اشتركوا في القناة تحالف السعودية الشارع العام وسط صعدة وسلاح الجو اليمني يعلن استاذة في مطار أبهى الدولي بطائرة متيرة البيت الأبيض يعلن ورسال وفد إلى سنغافورة تحضيرا لقمة ترامب كيم بعد ساعات على لقاء جمع رئيسي الكوريتين على الحدود لمنزوعة السلاح وفي النشر الميادين داخل سجون لبنان محاولات للتخفيف من البؤس وتحسين ظروف الحياة داخلها وأخرى تنتظر فادت مراسلة الميادين باستهداف سيارة مفخخة مقرا للحزب الإسلامي التركستاني في جسر الشغور بريف إدلب الشمالي وكان قتل سبعة أشخاص ووصيب العشرات في الانفجار قالت مراسلة الميادين أن الانفجار استهدف مقر مسلحي العوزبك في شارع الثلاثين مدير الإعلام المحلي في مجلس أعزاز ياسر الزعيم قال لوكالة سبوتنك أن الانفجار حصل في منطقة تشهد حركة كثيفة أكد الأمين العام المساعد للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين القيادة العامة طلال ناجي أن الحل العسكري كان آخر الخيارات لتحرير مخيم اليارموك وفي حديث ضمن برنامج ندوة الأسبوع شارع ناجي إلى أن داعش والنصرى والجيش الحر نبشوا مقبرة الشهداء في المخيم بحثا عن رفاة جنود إسرائيليين في عام 82 وقعت معركة في منطقة سلطان يعقوب في لبلان في هذه المعركة تم أسر أو قتل بعض الجنود الصهاينة وأحضرت جسسهم إلى دمشق ووريت السرى في مخيم اليارموك في مقبرة الشهداء القديمة هل تعلم بأنهم قاموا بالبحث والتنقيب في مقبرة الشهداء القديمة بحثا عن بقايا هذه الجسس من أجل أن يقولوها من أجل ماذا هذا أليس من أجل أو بتعليمات من قادة الصهاينة ابحثوا لنا عن جنود هؤلاء لأن اللي طالما الصهاينة بحثوا عن رفاة أو عظام هؤلاء الجنود الصهاينة تماشيا مع عقيدتهم اليهودية كما تعلم إلى ذلك سلمت وزارة الخارجية السورية سفيري روسيا وإيران في دمشق لائحة بأسماء عضاء لجنة مناقشة الدستور الحالي وفق ما نقلت وكالة سنة عن مصدر في الخارجية إلى تركيا حيث برز موقف لزعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض كمال كليشدار أوغلو من أن الحزب سيقوم بتأسيس منظمة السلام والتعاون للشرق الأوسط مع إيران والعراق وسوريا في حال فوز المعارضة بمنصب الرئاسة نحن نشهد فشلا كبيرا في السياسة الخارجية لتركيا وسنتغلب على هذا سنحسن العلاقات مع الاتحاد الأوروبي ولن نتوقع منه فتح فصل جديد سنفعل ما نحتاجه من أجل ديمقراطية كاملة وسنسمح للفلسطينيين بالقدوم إلى تركيا من دون تأشير كما هو حال الإسرائيليين وسنلغي صفقة سفينة مرمرة سننشئ منظمة الشرق الأوسط للسلام والتعاون تضم إلى جانب تركيا إيران والعراق وسوريا عضو حزب الشعب الجمهوري ظافر كينتار قال للميادين أن كلام زعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض حول تأسيس منظمة للسلام والتعاون في الشرق الأوسط مؤشر على أولوية الشرق الأوسط بالنسبة لأغلو وفي حال فاز اتلاف المعارضة بالرئاسة لدى تركيا اليوم مشاكل مع سوريا والعراق وكلتجدار أغلو يريد تغيير ذلك يريد تغيير سياسة إردوغان التي اعتمدها خلال السنوات الست عشرة الماضية ليصبح هدفها السلام هو غير معجب بسياسات إردوغان ويريد عقد اتفاق مع سوريا والعراق فيما يخصه شمال العراق تحديدا لننهي المشاكل مع دول الجوار استشدت طفلان وجرحة ثلاثون يمنيا في استهدف التحالف السعودية الشارع العام وسط مدينة صعدة شمال اليمن يأتي ذلك في وقت استشدت فيه امرأتان وجرحت أخرى في غارة للتحالف السعودي استهدفت مديرية حرف سوفيان بمحافظة عمران شمال البلاد وفي اليمن أيضا أعلن مصدر عسكري أن سلاح الجو المسير التابع للجيش واللجان الشعبية هاجم مطار أبهى في عصير السعودية وأكد سلاح الجو توقف الملاحة من وإلى مطار أبهى إثر استهداف بالطائرات المسيرة تحالف السعودي قال أنه أحبط محاولة الهجوم مشيرا إلى أنه رصد الطائرة ودمرها وأضاف أن مطار أبهى يعمل بحركته المعتادة وفي اليمن أيضا يدفع العمال هناك يوما بعد يوم فاتورة حرب التحالف السعودي واستهدافه المتواصل لأماكن أعمالهم بصورة مباشرة أو عن طريق الضغط الاقتصادي على البلاد فاتورة تفاقم من مرارة الفقر والمرض وارتفاع نسبة البطالة هذا التقرير من هناك لأحمد زبيبة هكذا انتهت الحال بعلي وأطفاله الأربعة وزوجته في هذا الدكان الصغير في العاصمة صنعاء بعد فقدانه عمله الأساسي ليعجز لاحقا عن دفع إيجار المنزل الذي كان يسكنه حال تسببت بها حرب التحالف السعودي كنت مستقر بشقة ولكن الظروف حاكمت علينا فستقرت دكان لأنه قالوا رخيص شوية قالوا 15 ألف نقص لعشر ألف يعني قدوا يقرأ عشر ألف ريال ومقدرش يعني أننا تستقر البيت تقيمتي 35 ألف يعني 35 ألف 40 50 شقة يلا يقدرناك هذا حق الأطفال من أطفال الأطفال شاقي على أسره قليل من الطعام تحصل عليه هذه الأسرة من الجيران ومن أهل الخير الذين يشعرون بمعاناتهم في شهر رمضان كل شيء متوفر الجيران اللي يبغي عليهم يقوبوا أن الله مولاها الحمد بس يعني بعد رمضان أسالف لأيام ما نحصلش ولا شيء زوجي شاغال عربية يوم يطلع مصارف يوم ويطلعش حرب التحالف صادرت أرزاق قرابة مليوني عامل يمني وفق إحصاءات أخيرة وجعلت منهم بطالة جديدة تضاف إلى نسبة كبيرة من العاطلين من العمال من كانت لديهم حرف يدوية أو من كانت لديهم صنعة ماء أو من كانت لديهم أيضا حرفة ماء هذه الأعمال كلها تقلصت تقلصا كبيرا وتضرر من خلالها العمال الذين كانوا يعملون من أجل الدخل لأسرهم وإعالة أولادهم ما تبقى من الأعمال الحرة البسيطة لبعض العمال اليوم هي من أجل سد الحد الأذنى من احتياجات أسرهم للبقاء على قيد الحياة ومقاومة الحرب مصير مجهول يحاصر عمال اليمن وأطفالهم الذين يتذورون جوعا بحثا عن لقمة العيش التي فقدوها نتيجة حرب التحالف وجرائمها المستمرة في حقهم أحمد محمد زبيب صنعة الميادين أعلنت سلطات سلطنة عمان تراجع حدة العصار ميغونو الذي كان قد ضرب سقطرة اليمنية ليصبح عصفة استوائية بعد أن ضرب جنوب سلطنة عمان بقوة متسببا بوفاة شخصين وبأضرار كبيرة كما أبقت السلطات على حالة الاستنفار العامة في صحوف الجيش وقد اجتاح الإعصار والاستوائي الأول لموسم 2018 في شمال المحيط الهندي الخميس جزيرة سقطرة حيث لقي سبعة أشخاص على الأقل حتفهم هم خمسة يمنيين وهنديان شيع الفلسطينيون اليوم شهيد حسين أبو ويضا الذي استشهد مداثرا بجراحة التي أصيب بها جراء اعتداءات الاحتلال على مسيرات العودة في قطاع غزة وانطلق موكب التشيع من مسجد الرحمن شرق مدينة غزة حيث شددت الكلمات على أن لا رجعت عن حق العودة وأنه لا يمكن لأحد منع الفلسطينيين من مواصلة جهادهم ومقاومتهم نبقى في غزة حيث نفى عضو المكتب السياسي لحركة حماس خليل الحية وجود مفاوضات لصفقة تبادل الأسرى جديدة وفي بان الله قال الحية أن هذه الأنباتة في سياق محاولات قيادة الاحتلال خداع الجمهور الإسرائيلي في سياق متصل كشف تقرير صحيفة ميغوري شون الإسرائيلية أن الخلية التي نفذت اغتيال الخبير العسكري في حماس محمد زواري في مدينة صفاق الصالة التونسية قبل عامين تتألف من 12 عنصرا بينهم تونسيون وأجانب هذا تقرير لمسدرانه التسريبات الإعلامية الإسرائيلية الأخيرة بشأن اغتيال الخبير العسكري في تطوير طائرات المسيرة لدى حماس محمد الزواري تثبت مرات جديدة مدى تورط جهاز المصاد الإسرائيلي في اغتيال وتصفية قيادات حركات المقاومة في فلسطين والمنطقة صحيفة مكوري شون الإسرائيلية كشفت بعضا من تفاصيل سيناريو عملية اغتيال المهندس الزواري في مدينة صفاق الصالة التونسية نهاية العام 2016 الصحيفة ذكرت في تقريرها أن أجهزة الأمن التونسية نجحت في رصد الخلية التي نفذت عملية الاغتيال والمكونة من 12 عنصرا بينهم تونسيون يتوزعون على ثلاث فرق هي الدعم اللوجستي وجمع المعلومات وتنفيذ الاغتيال وأضافت الصحيفة أنه بعدما تأكد الأمن التونسي من هوية القتل طلب من الانتربول اعتقال شخصين بوسنيين ممن يمتلكون خبرات عالية ومهمة جدا في المجالين العسكري والأمني فضلا عن علاقتهما القوية بأجهزة الاستخبارات الأجنبية وعلى رأسها الموساد كما أوضحت الصحيفة أن أفراد الخلية التونسيين الذين يصنفون في عالم التجسس بالعملاء الوهميين لم يعلموا بأن الشقق والمركبات التي استأجروها كانت مخصصة لتعاقب الزوار ورصد تحركاته وأشارت إلى أن آخرين يحملون جوازات سفر أوروبية مختلفة اثنان منهم من البوسنا شارك بإطلاق نار على الزوار وأضافت أنه طوال هذه المدة تتبع الأمن التونسي الكاميرات المتشرة في صفاقس ومطار تونس حتى تقدم بطلب إلى الانتربول لاعتقال القاتلين الاثنين من البوسنا وخاتمت صحيفة ماكور ريشون الإسرائيلية تحقيقها بالقول إن المتهمين المعتقلين بقتل الزواري يحملون جنسيات أوروبية وتونسية ويرتبطون باستخبارات أجنبية وهم من أصول بلقانية فاصل نتابع بعده مباشرة النشرة جددا حياكم الله أعلن البيت الأبيض أن فريقا أمريكيا سيتوجه إلى سنجافورا خلال أيام للتحضير للقمة المحتملة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون كانت مصادر عالمية فدت سابقا بأن فريق واشنطن سيضم 30 مسؤولا من البيت الأبيض أو إزارة الخارجية الأمريكية في ثاني لقاء من نوعه خلال أقل من شهرين التقى الرئيسان الكورية الجنوبية مون جي إن والكورية الشمالية كيم جونج أون لبحث القمة المرتقبة بين كيم والرئيس الأمريكي دونالد ترامب مكتب الرئيسة في كوريا الجنوبية ذكر أن الاجتماع الثاني بين الرئيسين شدد على ضرورة تبادل الآراء من أجل تمهيد الطريق لإنجاح اجتماع القمة بين بيونج يانج وواشنطن غرد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب معلن الإفراج عن رهينة أمريكي في فنزويلا تغريدة ترامب لم تسمي الرهينة لكنه وجه تحية إلى سكان ولاية يوتا لافتا إلى أنهم سيشعرون بسرور كبير وفي ذلك إشارة واضحة إلى هوية جوشوا هولت الذي تتهمه كاركاس بتنظيم مجموعة مسلحة لزعزعة حكم الرئيس مادورو يأتي هذا الإعلان الأمريكي بعد مباحثة أجرها الرئيس الفنزويلي نوكولاس مادورو مع رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي سيناتور الجمهوري بوب كروكر مادورو قال إن اللقاء يأتي في إطار تعزيز الدبلوماسية البوليفارية من دون ذكر تفاصيل الاجتماع جاء اللقاء بعد يومين من طرد الولايات المتحدة القائمة بعمل فنزويلا في البلاد ونائب القنصر العام في هستن ردا على إجراءات مماثلة من جانب كاركاس في فرنسا تظاهر الألاف رفضا لسياسة الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون الاقتصادية تظاهرات التي دعت إليها أحزاب يسارية وحركات نقابية تتهم ماكرون بالقيام بإصلاحات في القطاعات الاقتصادية على حساب الفئة الشعبية وتوجه الحكومة الفرنسية انتقادات على خلفية إصلاحات في قطاع سكة الحديد حيث يتواصل إضراب عمال هذا القطاع احتجاجا تفتقر الغالبية العظمى من السجون في لبنان إلى مقاومات مهمة ترتبط بالمساحات والتجهيزات ما يجعلها غير مطابقة للمعايير الدولية صليب الأحمر الدولي باشر منذ عام 2015 بمشروع لترميم وإصلاح السجون القضائية كاميرا الميادين كانت الأولى التي تدخل عددا من هذه السجون التي تم ترميمها حتى اليوم هذا التقرير لمحمد محسن من سجن دومة شمال لبنان بدأت جولتنا إنها زنزانة نادرة غير مقتضة كما سجون لبنانية كثيرة تتجاوز نسب الاقتضاد فيها 150% الصليب الأحمر الدولي رمم ستة من السجون القضائية من أصل 22 سجنا تبدلت يوميات السجناء هنا على نحو واضح مقارنة بما عاشوه في سجون أخرى تنتظر الترميم أنا كنت بسجن تاني قبل أن نزيل سجن عاد فيه تقريبا ما يعود لعشرين يوم ولكن هذا السجن صار فيه أكثر من تسعة أشهر العشرين يوم كنت بسجن الأول حسيتهم أنه أكثر من تسعة أشهر كنت نزيل هذا السجن نحن نطلب من الجمعيات نطلب من الجهات المختصة بيعود الترميم جميع السجون في لبنان ويصول لهم كل المساعدات اللي بيحتاجها السجين حتى يكون متاهدة السجن كان سجن تعبين فيه صروصير الكعربة كانت تنقطع باللال نضل باللال ياتين بيننا وبين نفسنا عتم يعني ظلمة الله لا يديه على حدا علقة تغيرت شوي مو شوية كمان أكثر وأحسن وأحسن والنفسي ارتاحي نضف السجن السماء ما انحكمنا السيناء موقفين صري 24 شهر انتقلنا إلى سجن جبرنين في البقاع اللبناني الذي رممه أيضا الصليب الأحمر الدولي رائحة الطعام الطازج تسود في المكان لكنه يبقى سجنا عدد النزلاء هنا يتجاوز المئة يمضون أيامهم بما تيسر وبعضهم يطالب بتسريع إصدار الأحكام القضائية موضوع تسريع المحاكمات هذا موضوع يعني إجباري يعني موضوع تسريع يعني موضوع الجلسات المحاكمة الواحد يعرف حاله الشي الأساسي نقصنا بردات لحتى العالم فيها تجيب أكل من بره وتحط ويبقى عندها فترة يومين ثلاثة لحتى فيها تأمله معظم الأحكام في السجون القضائية لا تتجاوز مدتها عامين في دوما وجبجنين عينتان مما يطالب السجناء بأن تكون عليه كل السجون القضائية في لبنان كي تكون هذه السجون مرحلة عابرة لا مقابرة للأحياء محمد محسن من سجن جبجنين في البقاع اللبناني الميادين ومحمد محسن زميلنا معي هنا في الستوديو للحديث حول هذا التقرير محمد حياك الله بداية ونريد أن تحدثنا عن ظروف إعداد هذا التقرير وكيف تم إنجازه حتى عرضنا قبل قليل يعني بالفعل كمال هذا التقرير تم بالتنسيق مع الصليب الأحمر الدولي كاميرا الميادين هي أول كاميرا فضائية عربية تدخل إلى السجون القضائية في لبنان لتعرض هذه المرة من زاوية إيجابية ما يحصل من زاوية إعادة ترميم بعض السجون نتحدث كما ورد في التقرير عن 22 سجنا قضائيا في لبنان ستة سجون فقط من هذه السجون تم إصلاحها يعكس ربما صورة إيجابية عن هذا المشروع ويعكس بشكل وإن قلنا موارب أو لعدم استطاعاتنا للدخول إلى كل السجون ما هي حاجة السجون اللبنانية كل السجون اللبنانية المتبقية على مستوى التجهيزات على مستوى المساحات على مستوى تأمين حقوق السجناء وفق المعايير الدولية أو حتى لنقل وفق معايير يعني دعنا نقول مقبولة يعني حتى السجون التي شاهدناها الآن في التقرير كمال هي لا تتوافق كليا مع كل المعايير الدولية يعني عندما دخلنا إليها هناك بعض الأمور التي حتى الآن لم يتم إصلاحها ولكن على مستوى بعض الأمور الأساسية كالصرف الصحي كالطبليط هذه الغرف أو الزنازين الكبيرة على مستوى يعني إدخال بعض الطعام على مستوى الإضاءة والإنارة والتهوئة هذه كلها أمور أساسية تم تصلاحها تحسن من ظروف احتجازهم وتحسن من وضعهم النفسي بعض الشيء ولا يحسن وضعهم النفسي إلا موضوع الحرية كلهم كانوا يقولون لنا نريد الحرية بعيدا عن كل نحن صعداء بهذه الإصلاحات ومرتحون لها ولكن نريد الحرية وهم كانوا صعداء أكثر بهذه الإصلاحات في بعض هذه السجون نظرا لتجربتهم في سجون أخرى هم أتون من سجون أخرى في لبنان ثلاث سجون مركزية واثنان وعشرين سجون قضائي هم أتون من سجون أخرى ويقارنون دائما بالتجربة بين سجون أخرى ما زالت بحالة صعبة وتحتاج إلى إعادة تأهيل وترميم وبين سجون هي أفضل الممكن بحسب مشروع الصليب لاحظت من خلال التقرير محمد أن عدم إظهار وجوه السجناء طبيعي هذا طبيعي نحن في موضوع السجون نعتمد المعايير الأخلاقية الدولية مواثيق الشرف الإعلامية لا نظهر وجوه السجناء وحتى أيضا كل من قبل أن يظهر على الكاميرا وعلى شاشة الميادين لم نحدثهم إلا قبل أن يقبلوا وقبل أن يبدو ذلك عن اقتناعتهم ويحدثون عن تجربتهم تجاه هذا الموضوع تحديدا لم نتطرق إلى تهمهم لم نتطرق إلى أمور سياسية ربما لأن لا يمكن أخذ هذه الأمور من سجين هو فاقد الحرية بشكل أو بآخر لنكون واضحين وصريحين الصريحين لا يتم الالتزام بهذه المعايير محمد بشكل كبير نذكر أن كان هناك أسير بيد جباة النصرة وكان معه لقاء صحفي يعني بطبيعة الحال العمل مع الدول مختلف عن عمل التنظيمات وهذه التنظيمات مصنفة إرهابية كما تعلم وأيضا هذا عمل ربما له مساره القضاء ومع منظمة دولية محترمة كالصليب الأحمر الدولي بالتالي من الطبيعي وهذا أيضا جزء من أخلاقيات الميادين في الالتزام بالمعايير الدولية طيب انطباعك الشخصي محمد من خلال دخولك لهذه السجون على مستوى الانطباع الشخصي يعني في هذه السجون نسمع كثيرا عن السجون يعني أنا قل ما دخلت إلى سجون لعمل صحافي أو لأي شيء آخر يعني ما عامل شيء فالانطباع دائما أولا ترى هناك من مختلف هناك سجناء من مختلف الأجيال والمشاكل التي تحدثنا عنها يعني بشكل شخصي مع السجناء تحت الكاميرا تعكس هناك تعكس وجود أزمات حقيقية في لبنان هي أزمات مرتبطة إن بالشباب الذين يعني يتورطون في قضايا المخدرات إن في قضايا هي قضايا تهم جرائم الشرف داخل والتي هي مسألة جدلية الآن داخل المجتمع اللبناني ولكن بكل الأحوال هذه المسألة نحن اليوم نأخذها من جانب حقوق السجناء عمل المنظمات الدولية لتحسين ظروفهم وأيضا ما تفعله الدولة اللبنانية وماذا تبقى يعني 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 أعرف أن الوقت ضيق وتريد أن تختم يعني ما زالت درب طويل اختم أنت بجملة طيب يلا ما زالت درب طويل جدا لإصلاح واقع السجون في لبنان سواء كانت قضائية أو مركزية شكرا جزيلا لك زمينة محمد محسن الصحافي في قناة الميادين أشكرك جزيلا شكر تخت سليمان أو عرش سليمان مجموعة أثرية إيرانية مسجلة في قائمة اليونيسكو للتراث العالمي المجموعة تقع في منطقة تكاب بمحافظة أذربيجان الغربية هذا تقرير لحازم كلاس قل ما يزور الإنسان مكانا مميزا جدا تحفظه ذاكرته إلى الأبد هذه مجموعة تخت سليمان التاريخية المسجلة على لائحة اليونيسكو للتراث العالمي يشهد فيها الإنسان على حضارات عديدة هذا معبد للزراتوشتيين وهنا معبد آخر يتبع لحضارة الميترا وهذا مسجد وفي مكان آخر ضمن هذه المجموعة هناك آثار تدل على وجود كنيسة فيما مضى معا سنجول في مجموعة تخت سليمان التاريخية للمكان هنا سحر يمنحه روحا تكاد تجعل كل حجر ينطق بأسرار خبأها قرونا فهنا ولد زراتوشت كما يظن البعض وهنا أيضا دارت معارك سجلت الأوابد المدمرة معالمها أشدها هجوم الامبراطور الروماني هرقل على إيران قبل أكثر من 1500 عام يومها كان وجود معبد أذاراسب كواحد من أهم ثلاثة معابد للزراتوشتين في إيران قد دفع إلى بناء إيوان خسر ليكون استراحة للحكام الساسانين ما يعجبني في هذا المكان أنه يغوص في التاريخ ويضم حقبا عديدة إنه مميز بين الأسطورة والحقيقة يحار الزائر أمام ما يسمع فما يفسر تسمية المكان بعرش سليمان رواية تقول إن بعضا من كنوز الملك سليمان خبئت في قعر البحيرة هنا إلا أن رواية أخرى تقول إن التسمية جاءت للحفاظ على المكان من الحروب والفتوحات وبين الروايتين تسمية أخرى هي مدينة الكنز مساحة المجموعة 12 هكتارا وتقسم إلى قسمين الأول يعود للعصر الساساني والثاني للمرحلة المغولية وهنا لدينا آثار تمتد لأكثر من خمس مراحل تاريخية كما تخرج المياه المحبوسة تحت الأرض ضافقة هنا أخرج معبد أناهيتا آلهة المياه من تحت التراب وأخرجت معه أوابد تدل على حضارات متعاقبة فهذه يعتقد أنها كنيسة وهذا مسجد لم يتبقى منه إلا ما يدل على محربه لتبدو مجموعة تخت سليمان برمتها وكأنها تواطأت مع التاريخ لتجمع حقبه في مكان واحد فتستحق أن تكون على قائمة اليونيسكو للتراث العالمي حازم كلاس تكاب محافظة أذربيجان الغربية شمال غرب إيران الميادين النشرة انتهت في ختامها تذكير بالعنوين عشرات القتلى والجرحة في تفجيرات لمقار هيئة تحرير الشام والحزب الإسلامي التركستاني في ريف إدلب الشمالي استشهد طفلين عشرات الجرحة في قصف التحالف السعودي الشارع العام وسط صعبة وصلاح الجاو اليمني على المستاذة في مطار أبهى الدولي بطائرة المسيارة البيت الأبيض ضرعي وإرسال وفد إلى سنجافورة تحضيرا لقمة ترامب كيم بعد ساعات على لقاء جمع رئيسي الكوريتين على الحدود للمنزوعة السلاح وكان في النشر الميادين داخل سجون لبنان محاولات للتخفيف من البؤس وتحسين ظروف الحياة داخلها وأخرى تنتظر المزيد من الأخبار على صفحة الميادين في الانترنت الميادين دوت نت وباللغة الإسبانية اسبانول دوت الميادين دوت نت إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر